قرابة نصف مليون زائر للتلفريك عجلون بعدما يزيد عن عام من افتتاحه التلفريك أحدث نقلة نوعية فعلية مكنت من إقامة عشرات المشاريع السياحية والتجارية كالمطاعم والمنتجعات والتي بدأت تجذب هي الأخرى عشرات الآلاف من الزوار وداخل التلفريك كثير من الفعاليات التي تقام من مهرجنات وبازارات وفي المرحلة الثانية من التلفريك عشرات الملايين من الدنانير استثمارات ترافق المرحلة الثانية وتضم فنادق ومطاعم تطيل من مدة إقامة السائح وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة 250 موقعا سياحيا وأثريا في محافظة عجلون منها مواقع للحج المسيحي جعلت من عجلون عاصمة للسياحة بامتياز وسامة المؤمن المملكة عجلون